نحن حاليا إنه كيريت قيس سعيد وقت لي جريت الشعب وجبد على القلبي على الحربوشة وقت كانت عنده وتخلى عليها الحبس رأوا القلبي الحربوشة معنيش بد على الاتحاد القريب من معارك الشعب وقايس سعيد نعرفه عنده يستعرف بشعب واحد هو الشعب الذي يريد ولذي يطالب بما يفعله رئيس حاليا ما نعرفوش نحن الشعب ماذا يريد كل شعب يريده شيئا وفي شعب بعد ساعات تلمون نبدأوا متفرقين ومفتريقين وكل واحد يريده لنفسه شيئا لكن الإرادة الشعبية اللي هو معني عامل عليها فيكساسيون بشيلها على السكة ماشية ديريكت هو يعتبر اللي حادة هالاتحاد الحالي ولا إدارة الاتحاد الحالي حادت عن عن لديين متاح الأصلية دونك إنا التشبير تقولش علي قايس سعيد عرفتوك بعد ساعات فرش في ناسيون جيوغرافيك ترقى نمر ولا صيد ولا جيبارك اللي شبعا ويرقى أخذها الصغيرة يقد يلعبها هي تهربوا يشدها بعدش يطايا حمية يقتلهيش بعدش خليل تجري شوية ذولي عالقت القايس سعيد بإدارة الحالي الاتحاد خاطر الاتحاد حاجة أخرى مؤسس أبار لكن مشكلته هو مع إدارة الحالي الاتحاد المطالب اللي كانت قبل زادة معناها في فترة الماء كانت الشغل المطالب كانت شغل وكانت زيادة وإلى خيره لكن توا حتى المطالب بتاع الإدارة الحالية للاتحاد عندها مطالب حول الحرية حول الديمقراطية وحول الفعل السياسي وضد القرارات الأحد الأحدية لرئيس الجمهورية إلى آخرين بيت نشوفه نحن في الليمات جاية شباش يصير فما ولي تونس با الاتحاد مسيرة متاعه تعملت اليوم فما مسيرة ظهل هنا لحد غدوة اللي دعاوليها دعاوليها جبهة الخلاص أنا فما حاجة ضحكتني في حكاية الخلاص دائما ريتوا بكري نحكيوا على الاتحاد في استعمال الكلمات اللي يعني كنت هك نستعملوها في القرن الفارد في الجامعة تونسية في السبعينات الخلاص والجبهات والتكتلات والحركات معني شوفوا شوفوا اللي الدائر بيننا في العالم شوفوا معناها التطور اللي قاعدين يمشيوا لأحزاب الأوروبية الشمالية حتى جنوبية قاسي زد كيف كيف حالتنا بعد ساعات معناها مقاربات أخرى زمنا أنا جرغوه جديد دونك ويلي تونس اللي منع اللي أسباب قال خاتر برشا من جبهة الخلاص هذوم عندهم شبهات هل من حقو يبدي رأي معناها كي من هك ويلي تونس أنا يذلي لي معناها ويلي تونس رأي ويلي تونس الكل حتى اللي عارضوه معناها ما نجموش إن ركز وديمقراطية معناها إفكاس فعالة الناس كل تحترم بعضها وتحترم ولا تقبل بالغير وقت الوالي اللي هو والي السكان ومه تونس تونس الكبرى يا أخي معناها العبد كل كيف كيف عندك المؤاخذات تتحكي عليها هل فيها قرار قضاء نهائي نعم أم لا فيها قرار قضاء نجم تاخو قرار إداري لكن قرار سياسي بو مباشا اللي يقول لك هو معناها بيزو مش يكون محايد هو معروف معناها مساند للمسار وحاجة عادية بش يعطل من يعارض المسار ما هذيك ريتو المقاربات هذو بخطر هذيك هاي اللي قصي وفيها طوعة 12 سنة دوك نقعد وهاك واصل حسن واصل حسن حسن لكن فيتش ريتنج كان قال وأكد اللي بش نوخذو قرض ملاي فهمي اللي القصة الأول بتاع القرض هذي معناها 1.9 مليار تينار ولا دولار بو أنا سيد رئيس يغلط في الأرقام معنا أنا بدي نغلط في الأرقام مهيش اختصاصي القصة الأول بش يكون قبل معناها الفهم تاعة تريميستر جي دونك ويت انت سي لكن كي تربط برشة أحداث تقول تكلمت بعد ما صار ليمة الأخرى مثلا تفكر ومزلت تقول اللي فهم خاطر في الطعب المالي لكن تقول فهم قصة بش يجي تأكد نربطوها بزيارة رئيس الوزراء القطري نجمل نربطوها بموقف فرنسا معناها موقف ماكروم معناها الموسين دا للحكومة التونسية موقف فيتاليا اللي قالت بش الدفع علينا اللي قاعد الدفع علينا خطر نحن معناها جينيها على المنظاقة في اللي صار آخر ما صار على المهجرين والهجر الغير شرعية تقول كتونس بش تحميلي ظهري دون كنا يزم نحميها وكيك السياسة رأو معنا هذي كل مش عيب رأي وعبيت كل فرقس على مصلح بلك شينتي إيطاليا وقفت معنا على السويد عينينا ولا خطر عن القنارية بننا اللي نسقوا فيها واللي خاهم فيت مش موجودة في السوق القنارية التونسية الكل في إيطاليا فما أمريكا اللي رغم اللي يتقال الكل دي ما فما تلميح اللي ما هو مش يخلي تونس تنهار اقتصاد اينا اما انا يظهر يكثر واحد يساند تونس ويحب يعطيها القر غين كبوخصا هو لفمي معنا نحن عن ماشي في بين لفمي هزع لين اخشام لفمي مزيلك عطاها للباكستين كنا نسمى فيه اخبار مزيلا مزيلك عطاها 0.5 معنا اربع عم اللي نحن نستنعو فيه عطا الباكستين زادة عندهم مشاكل اقتصادية اندونيزيا عندها مشاكل اقتصادية زادة تاو برشا بلدين حتى المغرب ما يغر لكم ش المظاهر زير و بترول وغازة وعندهم ما صعب اقتصادية معنية ما صعب خاصة في الدول اللي ما هيش تنتج في تكنولوجيا ما هيش تنتج في علم ما هيش قعدة تبيع في في حاجة مثلا مطلوبة في العالم مثلا واحدة كيمكوريا الجنوبية بالسمارتفون والتليفونيت واليزع بلي والبروسيسور اللي تصنعو غادي ما غير ما نحكي معرك رهب عندها النفوذ قوي برشا في العالم تحبوا تعملوا تجربة مثلا انت يقعد في دارك في كوجين تك في الصالة متاعك شوف الماركين تمتاع الحاجات اللي تستعمل عندك تليفون ماركة متاع امريكاني عندك تلفزة من كوريا عندك اردين ياباني عندك عندك شي مثلا حاجات اللي تسهلك خدمتك معنية الأردين تليفون كل ما بعليق حتى بالكونفور متاعك اليوم حتى الماكينات الالكتروميناجية شنو الماركات متاع توتفهم شكون الدول القوية شكون الدول التحكم في العالم بصيح بالسلاح وباللارمية من كل وراه مربوط ببعضه اما دولة الغزمة متاح المهم ولي خليها هي ما عنديش مشكلة اقتصادية وما عنديش مشكلة متاع عملة ولا مخزون عملة ولا تنجم اي قطاع تنجم تنزخ فيه الاموال تحب عليها هما اللي استعبدوا بين الظفرين ولا غزاء والعالم الكل بالتكنولوجيا وبالحاجات اللي تتخلى عليها كما اللي بيع لك الماكينة بش تنطج به اللي بيع لك تركتور بش تتحرف به يبيع لك الماكينة متاع الري قطرة قطرة يبيع لك لبانوس السولير هذوكم هما اللي يتحكموا في العالم نحنا بيش نحنا واسطة عفون نحنا واسطة نحنا جيبوا سلعة نخرشول هديوين نتحركوا مع ديوين ديفيس داخل ديفيس خارج بعصة نجيب السلعة سقاطة خاطر ما هذك حد فلوسك الى خيره حاولنا الحق يعني ما نكيف بوش على بعضنا حاولنا ما يسمى منويل التنمية وكل شي على غالب ما كش تصنع في تكنولوجيا ما كش تبيع في الآبلي معني دو تنزل نحنا هك كيما ليسار تذيك الآبلي اللي تبيعت درنير مونج بتبرش الفلوس نزوز مستثمرين نشوبين عليش مش كل جمعة عنا حاجة كيبن هك تبيع توقت هل حاجتك لاب لاب القرض لاب الب الب بترول معني هيتحكم فيك يزيد دولار تنهار ينهار قطاع كامل معني يمتعنتيج غاديك هو غاديك اللي نحنا معني ما وارد معني هتنجم تعيشنا معني شلا السعودية للإمارات لقطر لإذي كم معني كيف هو القذار الصدفة الجيولوجية جينا في بلاء معني ومع عنا حتى شواء اخر غير المادة الشخم لسول غشيس اللي عنا هين مادة الشخمة كلمة بورقيبة ذي مادة شخمة ليتش نشدوا عليه بورقيبة نشدوا عليه مفاهيم أما منرجعوش بالتوالي والولي ونعبدو في عبادة ونستعملوها خد انتجروا بيلي حط تصوير بورقيبة وين يتكلم ولي آه وانا بورقيبة ولا انا بورقيبية ولا يعني بو عملونا خلنا عملونا نهار كونكور لنلمو وشدوا صف شكون بورقيبة وشكون وعطيونا نوتيت آه دونك بش إصلاح معناها الإختصادي بش تتعدل مرحلة الإنتاج التكنولوجي تكون عندك بلاستك في العالم كما برشة بلدين فهموا الحكاية ذا عندهم برشة آه يلزم أول حاجة الإصلاح للتعليم وسمعنا زي دورينا رئيس الجمهورية استقبل وزير التربية آه إصلاح جذري للتعليم بيأسير الإصلاح ما يزم يكون كان جذري خاطر طبعا ثلاثين واربعين سنين ونحنا نرقع في الإصلاح تعدلي من المتريز تيز دكتورالي تعدلي لليسانس ماستير المد ديو تعدي للي تعدي من المتو دا كلاسيك بريف بارشة حاجات بارشة تجير بصرت وفاهمين اللي معناها يلزم منطو تحب تصلح الاقتصاد بعد عشرين سنين ثلاثين سنين تجمش تصلح التعليم اليوم موغدا يحبش يكون عندك هنشتاين وإيلون ماسك وغير ولو أن إيلون ماسك مشكوك في عبق ريتو بنيتنا يعني دونك وخيط توصي مشانتي هين نبدأ بشانتي بتاع التعليم علي نحن نقعد ونستنى وعليش مش من رنتري سكولير الجاية في ثلاثة شهر فما دي مودين نشحين أولي زادابت معناه المادة الشخمة ولا الذكية بتاعنا وردو بينا خطر توا معناه بالتطبيقات الجديدة باللوجيسية لدوما شالجي بيتي وكل شي ماجم بعض الميديوكري يلقاو كيفيش 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 معناه التريش أنكر يفوا معناه دا واحد برب وزاد دعوة للسيد الجامعيين يحلوا عينيهم يردوا بالهم ونصيحة معناه يعطيكم إكزامين تاو أنتي شد التام متاعك ولا السيجي متاعك ولا اللي طالب ولا الامتحان ودخلوا على شالجي بيتي وخذ الورقة بذيك عملها إيطالون عملها وحدة قيص اللي يعطيك الورقة تجرب شوف ترقة 3-4 جمال إيدانتيك عرفو راو السيد معناها فسكة وبربي معاتي تتسامحوا مع الفوسكة مع التنقيل قطر ذوكم كيوصلوا هكيكا وعديش بش يجيك فقد للكفاءة بش توقع تقاسي فيه ويشدلك وزير ويضيع فرصة بش يحسن حاجة في البليد دوك ذوكم خليو 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 بعضهم يقشيخوا على بعضهم ويعملوا ويدافوا على بعضهم ويقول لك الحقائق الكبيرة وفلين واي هوقالك يودي يخرجوا في تصور ولا تقول معناها وين وصل بنا الشي قيسس عايد يأمر يأذن بسيناعة غواص عرفتك الفانتازم معناها كان واحد يصدقهم بجده بالحق معناها يلزم يعمل يفور شوي يقر شوي يتعلم يدرجش في النهار ميسيرش معناها ما تقعدش انتي تكركر فينا بالتوالي نحنا نحبه القدم وكان واحد يعمل فيها بالعاني معناها الخبث ذي اللي يعمل فيها معناها أخبر قانون الحق معناها حاجكي من هك تبث حاجكي من هك تعاقب عليها قانوني خطر مش لعبة راه مش لعبة يصدخوك جماعة وبعدش ترق